السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وفيديو جديد وهالمرة لدينا هذا اللابتوب الاسوس الكي 2.2 اي مشكلة هذه اللابتوب اخوان انه البورد بحرق اعتقد بسبب ربط شاحن بفولت عالي على الجهاز عندما ترون هذه الموسفتات الدخل وملفات الدخل حتى مقامة المقارنة او الشانت ريزيستر منفجرة بشكل كامل فحصت البورد طلع ايضا التشبسات مالتا محترك فخبرت صاحبة وقلت له انهم بدل لك البورد وعطيت تكلفة استبدال البورد وافق الزبون على استبدال البورد وقمت باستبدال البورد ولكن معلسف اللابتوب حاليا تشتغل وما بتعرض الصورة ولكن الصورة شباحية بدون انارة لو جينا ربطنا الشاحن واشغلنا الجهاز لو ركزنا على الشاشة رح نشوف انه عبارة اسوس ظهرت على الشاشة ولكن ما اكو انارة على الشاشة طبعا لو خبرت الزبون قلت له رح نبدل الشاشة ما رح يقبل لانه رح يصبح تكلفة عالية على تبديل الشاشة وتبديل البورد ولا بتبقديمه اصلا بيكار شاشة خارجة 1 قيقا والمعالج مالتها كورتو ديو بيراما DDR3 طبعا افضل حال انه هنقوم باصلاح الشاشة حتى ما ناخد كلفة اصلاح الشاشة فقط ناخد اجرة استبدال البورد وهم نكون احنا مستفادين هم يكون الزبون حصر على نتيجة ايجابية فشان رح نصليح هاي الشاشة خليكم متابعين طبعا بداية اخوان لو جينا خلينا شاشة اخرى بديلة للشاشة اللي على الجهاز رح نشوف النتيجة سوى هاي الشاشة رفعناها وخلي نخلي شاشة لغرض الفحص شغلنا الجهاز خلينشوف النارة على الشاشة ومثل ما شوفون الجهاز اشتغل وعرض انارة بشكل سليم طبعا هسه ممكن يتبادر الى ذهنك انه الليدات ما للشاشة محترقة ولكن اقول لك انا هاي الشاشة مطابقة لهذه الشاشة مثل ما شوفون نفس النوع الجي واللد جاي ما لها من فوق طبعا قمت باستبدال الليد مع الشاشة اللي مكسورة اللي استخدمناها لغرض الفحص وايضا ما اشتغل يعني هذا الليد رفعته بهذا الشكل وخليتها او ربطتها على الجهاز او على الشاشة الاصلية ما للزبون وما حصلت انارة ايضا عندنا مشكلة بالكارت اللي على الشاشة نفسه فخلي نروح اول شي نفكك هذا الغلاف حتى نكون باصلاح كارت التغذية الخاص بالشاشة فنربط بهذا الشكل نربط الفتاته هنا ونربط على الجهاز الباور ونشغل اشتغل الجهاز حاليا نستطيع المفوضة بولتيات ما للشاشة موجودة خلي قبل كل شي نروح على وضع الفولت وناخذ ارضي ناخذ ارضي من اي مكان ونتأكد من سلامة الجهود اللي على الشاشة اول شي رح نرفع او انقيسه هو بولتيات الملفات ثلاثة بولت ملف من سلامة الفيوزات هنا عدنا فيوز على طرفي الفيوز ادنا فولتية مثل ما تشوفون هنا ايضا عدنا مقاومات خلي نشوف الفيوزات هنا عدنا فيوز الانارة على الطرف الاول المفوضة التي لدي مثل ما تشوفون 18.9 فولت وهنا عدنا الفيوز او فولت الليد موجودة على 19 فولت على خرج على خرج الفيوز اخوان عدنا مثل ما تشوفون 0 فولت فممكن يكون عدنا مشكلة بس بهذا الفيوز رح يحتاج من بدلة خلي نتأكد طبعا قبل ما نبدل الفيوز ونطفي الجهاز وحولنا على وضع الجرس او وضع الديوت هذا الفيوز مثل ما يشوفون امامكم محترق الفيوز طيب الفيوز دو بدلنا مباشرة سيشتغل الجهاز هذا الشيء لازم نتأكد اول شيء من الممانعة على الطرف الاخر من الفيوز يعني نأخذ ارضي منها هنا مثلا ونجي انقيس اذا سبب حرق الفيوز هو وجود شورت على دائرة الإنارة مثل ما تشوفون هنا عدنا شورت هنا ما عدنا شورت ممانعة هنا سبب قلتها وجدنا نرفعنا ممانعة عن الطرف اللي يدخل على الدائرة هنا عدنا ممانعة شبه صفرية 0.6 او مثل ما تشوفون اذا هاي الدائرة بها شورت شبه صريح او صريح نأخذ الوضع الدايود ونجي انقيس المكثفات اللي بداخل الدائرة نتأكد من سلامتها هنا عدنا مكثف مشرت يبين هنا مكثف ايضا مشرت يبين هذا المكثف ما بي شورت موكو شورت موكو شورت موكو شورت موكو شورت عدنا هنا مكثف بي شورت وعلى المكثفات الثانية موكو شورت نروح الى الميزة الثانية ونرفع المكثفات ونكرر القياسات لحد ما نجد الشورت اللي على الدائرة موكو شورت ونحل المشكلة وخليكم متابعين نروح مباشرة الى وضع الميكروسكوب ونشغل النارة ونجي نشوفكم الدائرة موكو شورت هاي الدائرة هذا الفيوز اللي مكتب عليه حرف جي تلما شوفونه هنا هو اللي محروق وهاي الدائرة بها مشكلة لازم نقوم بعملية اصلاحها طبعا ما نقصت على المكونات مال الدائرة شفت انه عندنا على هذا المكثف وعلى هذا المكثف شورت وعلى هذا المكثف عليه شورت بقيت المكثفات ما شفت عليها اي مشاكل خلينا نقوم او الشي ويرفع هاي المكثفات حتى نشوف المشكلة بيها او مو بيها او نقدر نحكم فولت على طرف هذا فولت بسيط خلينا نحكم فولت افضل نجي مثلا خمسة فولت نحكم ناخد ارضي من اي مكان ونحكم خمسة فولت على دائرة لنارة هذا الطرف اللي مشرف عندي راح اجيحكم فولت طرعا عندي ساحة اثنين وكسور امبير ونزل عندي الى نصف امبير عندي حالين شي وطوب جاي يسخن بشكل كبير جدا دقيقة اخوان حينا نلحم هنا جنفر اخوان لتسهيل العمل قمت بعمل جنافر واحد وير ارضي واحد هنا ويا طرف اللي هنريد نكتشف الشورت بيه او طرف الدائرة اصدت الاطراف الجنافر حاليا وقع يحقن بوض بخمسة فولت وقع يحقن على الدائرة وقصة عندي انصر يسخن بشكل كبير على الدائرة لانه عندي ساحة بنصف امبير لو جينا خلينا مثلان ثانر في هاي المنطقة هاي المنطقة ومثل ما اشوفون اخوان الاي سي الاي سي التنظيم هو اللي يسخنوا ايا هاي هاي نقوم برفع الاي سي اخوان ونقوم بشوف يعني نقوم بقياس ونشوف الشورت الرفع على هاي المكثفات وهذا المكثف لو لا فخلي او الشي نفتع الاي سي نفتح الفلاته بالشكل ونحرر الكارت سنتعامل معها بسهولة فينجيب الشاشة نقلوها بهذا الشكل اخوان راح نقوم برفع الاي سي حتى اكد انه هو السبب ولا لا طبعا نحرص على انه ما نضرر الشاشة فالنفخ سير لي برا مثل ما شيكون رفعنا الاي سي التالف اعود المشكلة بيه بعد ما رفعنا الاي سي نجي نرفعنوه موناعات مرة اخرى من بيناتكم على الشاشة تحت الملتيميتر فناخذ المنطقة قاعدنا بيه شور او هاي المكثفات كان عليها شور ما شوفون حاليا اوبن لوب وهنا ايضا اوبن لوب ولو جينا مع الارضي مع اي ارضي و قصنا ناخذ ارضي من هذا مع الارضي نجي نقيس هنا كان عندنا حاليا لو جينا رفعنا الممانعة صارت بالميجا اوم مثل ما وضح 15 ميجا اوم اذا الشورت انتهى عندي راح نقوم بتعويض هذا الاي سي باي سي اخذر من الشاشة اللي مكسورة عندنا اجيب الشاشة المكسورة وانتزع منها الاي سي وعوضها بالدائرة ونروح نشيك سوية خليكم بتابعي وانقبنا باستبدال الاي سي حاليا اخرى نجي نتأكد انه ما عدنا شورت وبعدها نقوم باستبدال الفيوز وبعدها نجرب الشاشة سوية فوالشي نروح لوضع الصفارة او وضع الجرس او وضع الدايود والمفروض هنا يكون عندنا شورت على هاي المكتفات الرئيسية حاليا مثل ما اشوف انه اوبل لوب ما بقى عندنا شورت وهذا الفيوز هو المفروق راح نقوم باستبدال ايضا ونرفع الجناب ونروح نجرب الشاشة سوية خليكم بتابعنا ويا ورجعكم اخوان جالي اتصال هلو اعسف شوق طبعا جاني اتصال مهم وبعدها جاني زباين بدلنا قلنا هذا انه باستبداله هسا خلي نبدل الفيوز بالفيوز اللي موجد على الشاشة السليمة او على الشاشة اللي كارتا سليم وهي مبسورة هنا اخذ الفيوز على وجه السرعة لانتصال الثاني اللي هو هذا ناخذ الفيوز من هنا ونحطه هناك وبهذا نكون كما نعمل اصلاح ان شاء الله بس يبقى الفحص نقوم بسوية واخليكم تابعين او 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 الفيوز 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 سليم وهي الارضي ما عدنا شورت على قط الانارة وبهذا نكون صلحنا المشكلة خلينا نروح نجرب الشاشة سوية واخليكم تابعين طبعا جبنا الشاشة بعد ما صلحناها رجعنا الرفلاتة ما لللدات خلينا نجي نربط الشاشة بسم الله الرحمن الرحيم ونجي نشوف النتيجة نربط الشاحن نشغل بسم الله واشتغل الجهاز وعرض صورة وعرض انارة الحمد لله وشكر والهنا وصلنا لنهاية الفيديو اذا عجبكم الفيديو وتنسونا من الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتي يصلكم كل جديد كوميك ومسيبك الدائم وغاندك الداويتك فهم الله موسيقى